تغيير الفصول بيسبب مشاكل كتير جدا العديد من الناس وخاصة الأطفال اللي عندهم حساسية صدر أو حساسية الأنف بيبقى فيه تغير شوية في الحالة الصحية للأطفال أو حتى للناس الكبار لأن تغيير الفصول بيبقى فيه أتربة وبيبقى فيه حاجات كتير جدا بتتعب كل الناس علشان كده إحنا معينا الأستاذ الدكتور عيد الخطاب أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة عين شمس برحب حضرتك وبقولك نهارك سعيد صباح الخير ونهارك سعيد ونهار السدر مش هدين سعيد إن شاء الله طبعا في البداية عايزين نعرف إيه أسباب حساسية الصدر عند الأطفال حساسية صدر والأنف خاصة أن أنا ملاحظة أنه ناس كتير جدا بيعانوا من هذه المشكلة هل السبب ده رجع لأنه الجو عندنا في مصر خالي من التلوث ولا علشان إيه إيه الأسباب هو طبعا الحساسية عمتا سواء حساسية الصدر والأنف وعلى فكرة هم دلوقتي مرتبطين يعني خلاص إحنا رأينا أنهم مرتبطين ببعض قوي 80% من الناس اللي بيبقى عندهم حساسية أنف فترة من حياتهم أنف فقط بعد شوية بيبقى عندهم حساسية صدر و40% من اللي عندهم حساسية صدر عندهم حساسية أنف فعشان كده إحنا فالتنين مرتبطين ببعض بالضبط بنسميها حساسية جهاز تنفسي واحد السبب الحساسية عمتا لازم بيبقى فيه حاجتين استعداد شخصي وتلوث أو ملوثات أو مهيجات في البيئة استعداد شخصي اللي هو بيبقى مثلا وراسي؟ أحيانا مش شرط لكن ممكن كتير قوي يبقى فيه ناس مولودين من عائلة إلى الجد يعني التالت الرابع الخامس ما فيش حساسية خالص لكن هو عنده استعداد جيني مش لازم مراسي ده لو تحط في بيئة فيها ملوثات أو مهيجات زي الترابة، الدخان، الروايح النفازة إلى آخره هتظهر الحساسية لو جبنا واحد تاني ما عندوش استعداد للحساسية وتحط في نفس البيئة مش هتظهر عليك بازم يكون الاتنين طب ازاي الناس اللي عندهم استعداد للحساسية؟ بس لسه ما قصووش بالحساسية دي وهما في البيئة الملوثة اللي حضرتك بتتكلم عنها ازاي قدروا يحموا نفسهم من الإصابة بالحساسية؟ ده موضوع جميل جداً اللي هو الوقاية الناس أما بنقول تلوث زي ما حريك عشرتي بيفتكروا أو بيجي على دماغهم على طول التلوث الخارجي كلنا حفظين التلوث الخارجي عواد من المصانع والسيارات والأماكن المدن المزدحمة وفصل الربيع التزهير وحبوب اللقاح كلنا عارفين الكلام ده بننسى خالص إن في حاجة اسمها تلوث داخلي جوة البيت يعني الطفل لسه مولود وبتدي يعاني طب هو رحض أنا؟ لا بس في تلوث داخلي من إيه؟ الوالدين يعني يعني بيشربوا سجير لا هما بيدخنوا أو فيه تراب كتير في البيت التراب وفيه حاجة اسمها حشرة الفراش بتنشط بالليل مع إن الأم بتيجي تقول حريك ده أنا البيت نظيف جداً ده مفيش حاجة لا ده التراب الخفيف اللي هو ماسك في المكات وماسك في الستاير وماسك في حاجة زي الكنابة اللي أنا قاد عليها أو الفتاة إلى آخره الناس اللي بتستعمل في الريف بتستخدم الفحم وخصوهم في الشتاء وبيبقوا مقفلين سواء للتدفئة سواء للطهي إلى آخره المبيدات الحشرية المنظفات حتى المبيدات الحشرية مثلاً لو بنعني من حشرة الفراش زي ما حضرتك بتقول طيب إحنا هنرش السرير ده برضو مش كويس خالص خالص مش هنرش حاجة لأنه ما ينفعش هنعمل حاجة بسيطة قوي حاجة زي ما بيقولوا كده آآ بسيطة رخيصة وكويسة وبنت ناس ما كنا بنعمله زمان اللي هو نحن نحط الفرش للشمس التهوية آآ لها الحاجة اللي بطلنا نعملها بقالنا سني بالظبط هي الأم اللي تنظف وتروح تحطى البطنية وتروح حطى اللحاف وتروح حطى المرتبة في الشمس عدة ساعات مثلاً بالظبط ده اللي هو مهم قوي وجود الحيوانات الأليفة مثلاً يكون في قطة في البيت وبعدين بتطلع بتخش القط القطة النوم بتاعت الطفل وبتطلع على السرير كمان حتى مش بتنم معاه بس هي بتطلع على السرير الشعر اللي بينزل السجاير الأب يقولوا حالك لا بس انا ما بدخنش في القوضة اللي هو فيها عشان انا عارف بس هو الطفية بتاعت السجاير دي او الريحة اللي بيطلع من الطفية ده صعب جداً هدوم الأب والأم اللي بدخنها هل صحيح ان فعلاً ريحة السجاير ممكن بتلزق أو العوادم بتاعت السجاير بتلزق حتى في الدهانات وفي اللبس مهما هوين الشق أو ما ما عملنا اي حياتي قطعاً بتلزق في اللبس وموجودة بيسموه دلوقتي مش يعني التدخين السلبي او المدخن التاني التاني اللي هو انا بدخن وفي حد تاني سواء كبير او صوار ما بيدخنش المشكلة في ده ايه انه هو معرض اكتر من اللي بيدخن ليه لان المواد اللي طالع من السجارة اللي وصلة للمدخن بتعادي على فلتر فلتر بتاع السجارة لكن اللي طالع من طرف السجارة اللي هو متولع يعني او من الزفير بتاع المدخن ده بيوصل للغلبان اللي قاعد جنبه من غير السجارة التالت بقى اللي بيتأسر هو الجنين مش معانا لكن هو في بطن والدته الحامل بيوصل لها بيوصل لها عن طريق الدم بيوصل الجنين طيب ما هو دلوقتي واضح ان احنا كشعب مصري يعني معرضين ان احنا يبقى طول الوقت حوالينا حالة تلوث او حالات بتهيج الجهاز التنفسي بتاعنا بنتطر ان احنا ناخد ادوية وبناخد ادوية خاصة ما بين الفصول في حالة الربيع او لما منيجي نخش على الربيع او منيجي نخش على الخريف بعض الادوية بتحتوي على مواد مثلا زي الكورتزون او مواد مش كويسة ان احنا نعتمد عليها اعتماد كل طول الوقت هل فيه طرق ان احنا نعمل وقاية بشكل طبيعي او بشكل صحي؟ الوقاية اللي بشكل طبيعي قبل ما نتنيل على الادوية ان انا الطفي او الكبير المريض اللي عنده حساسية او استعداد لحساسية لازم يتجنب التلاوز بمعنى او ازي يا دكتور؟ اقول لحضرتك يعني ما ينفعش ان انا هبقى حريص جدا على ابني او بنتي واقول انا اصيب ادخن في القوضة التانية وحييجو ديوف بيدخانه او اولع بخور او احط موبيدات حشرية او الام بتستعمل منظفات للبركية او الموبيليا اللي هريح هنفزها ما ينفعش ما ينفعش ان انا خلي قطط في البيت ما ينفعش ان انا ما هويش الفرش يعني احنا بنعمل كل الغلط ان احنا بنعمل دلوقتي الارضية مكتة كم من فترة يمكن دلوقتي الناس ما بتعملش كده ارضية مكتة المكت ده اللي هو السجاد من الحيطة للحيطة اللي ما بيتشلش عشان يتنظف ده خطير جدا ما بعردش الفرش للشمس ما بهويش القوضة كل جي على فكرة حاجات مش مناسبة اصلا للمناخ والبيئة المصرية احنا ان احنا بلد فيها شمس الجو معظم الوقت حر فده حتى مش مناسب مسألة الالاج الحريق ذكرتيها حساسية الانف او حساسية الشعب الهوائية او الصدر او الراب والشعبي كلهم مسمى واحد على فكرة الالاج الاساسي وحجر الزاوية في الالاج الكورتيزون بالاستنشاء الناس بتسمع كلمة الكورتيزون طبعا بيجي لها هلعة انا عندي هلعة لان انا بيعاني من حساسية الانف وبحاول على قد مقدر ان انا لما عرفت ان الدوا بتاعي فيه كورتيزون بحاول على قد مقدر ان انا ما بخش منه كتير ولكن ببقى تعبينه طيب احنا نخدها بالمنطقة انا لا ادافع عن شيء ولا اهاجم شيء هي بالمنطقة في حاجة فكرة يعني الفكرة او الاساس اللي هو العلاج الموضعي لما الواحد بيكون عنده مشكلة في عينه بيحط قطرة مش بياخد حقنا مزبوط بس مش طول الوقت ما انا جاهل حضرتك لما بيكون عنده حساسية في الجلد بيحط كريم مزبوط هذا الكريم والقطرة دي لو هي حساسية في العين بفيهم كورتيزون ايوا بس يا دكتور احنا مش بنستخدم القطرة طول الوقت ولا حتى الكريم طول الوقت بنستخدمه لغاية ما بتروح الحالة بنوقف لك حالك حساسية للأنف خاصة بالنسبة للأطفال بتلاقيهم متعودين على الأدوية لسنوات طويلة العلاج الموضعي عن العلاج اللي هو سواء للأطفال شرب او للكبار أقراس او حوان ايه الفرق ده كورتيزون ده كورتيزون لا فيه فرق كبير اول حاجة الجرعة كمية الكورتيزون اللي في بخاخة الأنف او اللي بخاخة الصدر لو اتخدت بالمزبوط تحت اشراف متخصص ليس لها أثار جانبية حتى مسموح بيها للحوامل اه واللي سمح بها دي اللي بيحطوا الخطوط الإرشادية العالمية دول نخبة يعني أحسن ناس موجودين في العالم مش ده كاترة صدر وحساسية بس وده كاترة أمراض نسا وتوليد مع بعض وبناء على تجارب عديدة طيب أنا كأب حبقى عندي الهالة اللي تكلمنا عليه ده مش حدي ابني كورتيزون او حساسية أنف وحريك مش هتاخدي كورتيزون ايه اللي هيحصل؟ الحساسية هتتطور هتزيد هتوصل لمرحلة انه حتى البخاخ مش مؤثر فيها والطفل او الكبير او المريك جاي مخنوق هنسيبه مخنوق كده؟ نا طبعا هنديله علاج ساعتها اللي مردناش ناخده بالبخاخ لازم ناخده حقا عشان دي النفس ودي الشعب يفك طيب هل الشخص المصاب حساسية للأنف ممكن يخف؟ بصي حريك الحساسية عمتا سواء أنف او صدر انا أصبح أنف صدر جلد عيون لازم ناس تبقى عارفة حاجة حقيقة ما فيهاش جدال الحساسية تنام ولا تموت هلو كنت متوقع أن حضرتك هتبديني أمل او تفاعل انه لا ممكن تخفة او فيه ادوية تانية او كده الأمل ان احنا نبعارفين الحقيقة ونواجهها مش ان احنا يعني نقول حاجة الإجابة اللي هتسعد احنا لازم نقول الإجابة الواقع ونتصرف على أساسه بمعنى انه مش لازم اللي عنده حساسية هيبقى عنده 365 يوم في السنة حساسية وكل سنة فيه مواسم معينة فيه ناس بجيلها حساسية موسمية الأطفال مثلا معروف انه في وقت دخول المدارس في وقت الشيطة بعد الأنفلونزة فيه ناس بتجيلهم موسمية في الربيع ده مش لازم ياخد عليك 365 يوم في السنة لكن يبقى عارف الفترات اللي هتجيله ياخد فيها اللي بيجيله مثلا بعد الأنفلونزة طيب ما انا في شهر اكتوبر كل سنة اخد التطعيم بتاع الأنفلونزة عشان ما يجليش أنفلونزة كتير اللي بيجيله من الخمسين كان يوم الحد الماضي عندنا نوبة شديدة مضبوطة لو ما كانش خروجه برا البيت حاجة ضرورية اليوم ده ما يخرجش الى اخره حضرتك قلت انه اغلب الاوقات الناس اللي بيبعندهم مصابين بحساسات الأنف بعد كده بيصابوا بحساسات الصدر 80% 80% بيحصل حتى لو كانش شخص عنده حساسات أنف ولكن ما عندهش حساسات صدر ايه الحاجات اللي تتعمل علشان تبقى فيه قاية انه هو ما تنزلش الحساسات للصدر ده سؤال مهم جدا الناس اللي عندهم حساسات صدر او الربو الشعبي طبعا عندهم مشكلة انهم بينهاجوا والنفس بيتقطعوا ويحسوا انه مخنوق دي عرض شديدة جدا او بيكوحوا كتير اللي عنده حساسات أنف دايما شايف المسألة بسيطة خالصة يعني بيستعمل المنديل كتير فيه شوية افرازات الانفة مسدودة اللي بتنزل افرازات اللي بتنطورها وغير الصدر او الافرازات الصباحية كل شوية يعني هو حاس انها حاجة بسيطة يعني ما فيهاش مشكلة طب انا هاخد علاج ليه بصلاة العلاج لو كان هيعمل لي هلع او دي خلاص مش مشكلة او باخد نقط انف اللي هي بتفتح وتسلك الانف النقط دي اختار النقط دي خطيرة مفيهاش كورديزون الانف بعد كده بيتعود عليها بتبقى كأنها حالة ادمان بص حضرتك الخالق سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبسا والاجهزة دي مفتوحة على البيئة الانف دي وسائل الدفاع اللي فيها من اخشية مخاطية وعملة زي التكييف بتكيف الهوى اللي داخل والفلتر من الشعيرات الدقيقة النقط دي اللي بتسلك اللي بتسميها بتسلك دي بتكوي بتكوي هذا الغشية المخاطية بتشيله فدي خطر تماما فهو يهتم بقى بحسية الانف عشان ما يوصلش لحسية الصدر ما يقولش ان دي حاجة بسيطة ويعني كده طيب سريعا يا دكتور بعض الاطفال بيبقى عندهم مثلا حسيسية انف وصدر وجلدية في نفس الوقت هل في نظام غذائي معين لازم يتبعوه؟ شو في حرك؟ هو برضو ده حاجة من النقط المهم قوي ان احنا نتكلم فيها الشخص اللي عنده حساسية في اكتر من مكان زي ما حالك تفضلتي في الغالب بيبقى انف وصدر وجلد ده احنا بنسميه عنده تحسس عام الفكرة مش ان انا ادي له ادوية يعني بجانب ده الانف والصدر وكده لا ده انا هعمله حاجتين في حاجة اسمها الدلالات الحسية بتتأس في الدم وليها ادوية دلوقتي بتتاخد ليها الحاجة التانية ان انا بعمله اختبارات اعرف ايه الحاجات المهيجة ممكن تبقى من الاكل مثلا؟ شو في حركة الحساسية دي ان الواحد ممكن المهيج ده يبقى بيقوله كل ما هو تحت الشمس يعني اكل حاجات باللمس طبعا في حساسية الانف والصدر المستنشقات يعني حاجات اللي واحد بستنشقها اخطر من الاكل يعني التراب والدخان والعوادم والروايح نفازة الى اخر حساسية الاكل دي احنا بنركز فيها او المرضى او الاباء والامهات بصورة الحياة مبالغ فيها يعني يقول له حركة ايه هو فيه لستة محفوظة لستة سيئة السمعة الحسية الشوكولاتة والفراولة واللبن والمانجة والموز وانا حارم الطفل من الحاجات دي كلها طريقا ما بيأكلوش يعني طب ولي بيتعب الولد اه بيتعب لا يبقى ما ينفعش المسألة سهلة جدا لو هو مثلا مثلا كان سمك النهاردة يقول لي ده ما خلص الاكل وصدره قفل طبعا ده اكبر دليل ان السمك مش متهم وبعدين هي مش فكرة في الاكل في حد ذاته السمك ده كان عليه توابل كان عليه اضافات صناعية كان معمول بزيت معرفش ايه فيبقى منا الاحسن ان احنا نبتدي نعمل اختبار حساسية لستة علشان نبقى فاهمين ايه الحاجات اللي ممكن تهيك الحساسية دي بالنسبة للكبار او الاطفال الاستاذ الدكتور عيد الخطاب استاذ ورئيس قسم الصدر بجماعة عين شمس برحب حضرتك نتمنى ان كل السادة المشاهدين يكونوا استمعوا للنصائح المهمة حضرتك قلتان النهاردة وبقول حضرتك النهارك سعيد اشتركوا